بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين اللهم آمين وبعده والحب فدرس الليلة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمة الله تعالى علي ما زلنا في كتاب الجهاد وصلنا الحديث الواحد بعد الأربع مئة As you know we are in our weekly class the book of عمدة الأحكام by its author الإمام عبدالغني المقدسي رحمه الله We are in the book of jihad we reached hadith number 401 قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد الحديث الواحد والأربع مئة قال وَلِمُسْلِمٍ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمًا He said, رحمه الله تعالى, hadith number 401 also was narrated in Muslim the example of the one who fights in the cause of Allah and Allah knows better who truly fights in His cause is the example of the one who fasts and prays continuously and Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed for the one who fights in His cause if he dies, تَأَدْمِتْهِمْ تَجَنَّةِ otherwise, he will bring him back home safely with reward and war booty ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل آخر حديث أخذناه في الأسبوع الماضي نفس الحديث تقريبا قال ولي مسلم وذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ليس في مسلم وإنما هو في البخاري this hadith number 401 is exactly or very similar to the last hadith we took last week he says it's reported by or collected by Muslim الشيخ عبد الله البسام may Allah have mercy upon him says that this hadith is not in Muslim rather it is in بخاري مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل هذا دليل على أهمية الإخلاص وأن الإنسان مهما تظاهر بالعمل الصالح ومهما تظاهر بالإصلاح أو بالصلاح وبالتقوى فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه ما في الصدور وما يخفى عليه جل وعلا حقيقة النيات قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيلي لأنه قد يخرج الإنسان في الجهاد الشرعي الذي يكون مستكمل الشروط الشرعية ويريد من ذلك الشهرة أو الناس تثني عليه وتقول شجاع أو مثلا حتى يأخذ ما كتب له الراتب وكذا لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه لا يخفى عليه جل وعلا من كان مخلصا أو لم يكن مخلصا فهذا الحديث فيه بيان أهمية الإخلاص وأن الأمر هذا الذي يكون في الصدر وفي القلب إن خفي على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس جل وعلا he says the example of the one who fights in the cause of Allah and Allah knows truly who fights in his cause we said this shows the importance of sincerity and ikhlas and that even if people their apparent condition is ikhlas and they conceal otherwise Allah جل وعلا knows we might not know what's in people's hearts as a matter of fact we do not know what's in people's hearts but Allah جل وعلا knows so if a person tries to deceive he might deceive humans but he cannot deceive Allah جل وعلا therefore those who go for jihad in the cause of Allah the jihad that is legislated that fulfills and completes all the conditions we don't know if they're sincere or not maybe they go so that they can boast and show off or that people say they're brave or that people say they served or that maybe they are interested in the allowance that has been prepared for the soldier we don't know that so this is a reminder from him صلى الله عليه وسلم that be sincere if you are deceiving Allah جل وعلا knows كمثل الصائم القائم يعني الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ما يتعب سبحان الله لماذا؟ لأن المجاهد في جهاده هذا المستمر في ليله في نهاله في روحته في مجيئه كل هذا أجره مستمر سبحان الله مثل الذي يصوم ولا يفطر والذي يقوم يصلي ولا يتعب لا يفطر هذا أجر عظيم جدا أجر عظيم جدا the example of this person who is fighting for the cause of Allah سبحانه وتعالى is like the person who fasts and prays at night continuously because the person who is in jihad his reward is continuous marching down to the battlefield day in and day out in the morning in the evening at night his reward is continuous just like a person who continuously fasts or a person who continuously prays at night without getting tired قَالْ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ يعني ضَمِنَ اللَّهُ مثل لفظ الماضي اللَّهَ جَلَ وَعَلَىٰ ضَمِنَ لَهُ إِنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ he says صلى الله عليه وسلم and Allah جل وعَلَىٰ has promised the one who fights in his cause and dies that he will admit him to jannah وهذا فيه فضل الجهاد الخالص لوجه الله جل وعَلَىٰ this shows the virtue of sincere jihad in the cause of Allah سبحانه وتعالى أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة المجاهد يا إخوة في سبيل الله جهاد شرعي إما أنه يقتل في سبيل الله وإما أنه يرجع سالما فإن قتل في سبيل الله فهو مجاهد فهو شهيد وإن لم يقتل تضمن الله جل وعَلَى ضمن له جل وعَلَى أن يرده سالما إلى أهله مأجور أجر الجهاد وأيضا له الغنيمة له الغنيمة أيضا مما غنيمة المسلمون he said صلى الله عليه وسلم otherwise he will bring him back home safely with reward and war booty a person who fights in a legislated jihad he either dies in the battlefield and he gets the reward of a martyr or he is saved and therefore he is promised to go back to his family safely home safely but he is rewarded he gets the reward of jihad and he gets from the from the provisions and war booty that the muslimen possess obviously the hadith shows the virtue of jihad the jihad that is sincere for his sake subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه البخاري ومسلم he said رحمه الله hadith number 402 under the authority of أبي هريرة may Allah تعالى be pleased with him he said the messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم says whoever gets injured fighting in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala he will come on the day of resurrection and his wound is gushing with blood the color is the color of blood and the fragrance is that of musk the hadith is agreed upon ثم ذكر رحمه الله تعالى hadith عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله تعالى عنه أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق he mentioned the hadith of أبي هريرة and his name is عبد الرحمن بن صخر الدوسي from Yemen and he was the sahabah who narrated the most أحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مكلوم يقلم في سبيل الله الكلم والمكلوم له ماذا الجرح ما من مكلوم يعني ما من مجروح الكلم هو الجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي ينزف هذا الجرح يوم القيامة يأتي ينزف قال عليه الصلاة والسلام اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا الحديث أيضا فيه فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن الذي يجاهد في سبيل الله يرفع الله جل وعلا شأنه أمام الخلائق يوم القيامة ويكون هذا الدم وهذا الجرح الذي أصيب به في الدنيا يكون له وسام شرف يوم القيامة أمام جميع الخلائق وفي فائدة عظيمة هنا أن الآثار التي تنشأ عن العبادة التي يكرهها الإنسان الآثار التي تنتج وتنشأ عن العبادة وقد يكرهها ابن آدم لكنها محبوبة عند الله جل وعلا انظر هذا الدم في الدنيا الناس تنفر من الدم ويكون شيء مثلا عندهم يعني مقزز الدم ولا يحبوا أن يروه ولا أن يجدوا ريحه ولا أن يقتربوا منه صحيح أو لا لكن يوم القيامة هذا الذي يكرهه الناس في الدنيا يكون يكون محبوبا عند الله جل وعلا ويوم القيامة له وسام شرف مثله ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم هذه الأبخرة المتصاعدة من المعدة لأنها فارغة من الطعام يوجد لها رائحة كريهة في الفم يستكرهها ابن آدم لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك لماذا لأنها نشأت عن ماذا عن عبادة جليلة وهي الصيام وهي الصيام هذه فأيدة عظيمة he said the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said whoever gets injured fighting in the cause of Allah سبحانه وتعالى he will come on the day of judgment and his wound is oozing out blood the color of it is the color of blood but the fragrance is the fragrance of musk we said this is another hadith that shows the virtue of fighting in the cause of Allah سبحانه وتعالى and not only that there's a beautiful benefit in this hadith sometimes there are consequences or repercussions that occur because of an act of worship that many people dislike yet it is beloved by Allah سبحانه وتعالى look at the blood people don't like to see it don't like to smell it don't like to touch it it's it's disturbing it's it's nasty to people but on the day of judgment this is a sign of honor this is a sign of honor the color is color of blood but the fragrance is a fragrance of smell of musk similarly in the other hadith the prophet said that the bad smell from the mouth of the one who's observing siyam and fasting is more beloved to Allah than the fragrance of musk why is that when you obviously don't eat you have an empty stomach some of these gases come up from the stomach from the intestines into the mouth therefore a person has bad breath right people dislike that but it is more beloved to Allah because this bad breath was a reason for one of the best acts of worship it was a consequence of one of the best acts of worship which is fasting so even though it might be disliked in the dunya to humans and to mankind it is beloved to Allah Jal Waala Also in the other hadith the dust that is from jihad from fighting that is on the mujahid the person who fights which is anyone today either has issues with dust you know sinus issues or no one likes dirt right but on the day of judgment this dirt or this dust the people of Jannah will use it as fragrance so it is beloved by Allah Jal Waala because it came through an act of worship that he loves subhanahu wa ta'ala allawnu lawnu dam war rihu rihul misk the color of this oozing out of the wound is the color of blood yet the fragrance is the fragrance of musk Allah gave him instead of that wound that was hurting through fighting the enemy on the day of judgment it will be an honor for him a special and elite status for him as one of the bounties and virtues رحمه تعالى الحديث الثالث بعد الأربع مئة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغرب رواه مسلم قال رحمه الله الحديث الرابع بعد الأربع مئة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري ومسلم قال رحمه حديث 403 under the authority of أبي أيوب الأنصار may الله تعالى be pleased with him he said the messenger of الله صلى الله عليه وآله said fighting in the cause of الله in the morning or in the evening is more virtuous and better than whatever the sun rises upon and sets the hadith collected by Muslim then he said رحمه حديث number 404 under the authority of Anas ibn Malik رضي الله عنه he said the messenger of Allah صلى الله عليه وآله said fighting in the cause of Allah in the morning or in the evening is better than the word than the worldly life and everything that it contains or possesses the hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim ثم ذكر هذين الحديثين ومر معنا في أول الكتاب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة وقلنا الغدوة من وقت الغدو والروحة من وقت الرواح من وقت الرواح والغدو في أي وقت يكون نعم بعد الفجر الصباح صحيح والروحة يكون بعد الزوال يعني بعد الظهر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت والشمس يا إخوة سبحان الله تطلع وتغرب على كل شيء تطلع على الجبال والبساتين ومياه الأنهار والأموال والقصور وكل شيء الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت وهذا فيه بيان على أن الجهاد وإن كان في سبيل الله جل وعلا وإن كان قصيرا مدته قصيرا إلا أن أجره عظيم جدا عند الله جل وعلا in this حديث قصيرا 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 من رواية الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله فيه صبر ومصابر عليهم أشك يعني هذا أجره أعظم then he mentioned the hadith of أنس بن Malik the servant of the messenger of Allah صلى الله وآله 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 and one of the seven who narrate the most hadith may Allah be pleased with him he said the messenger of Allah صلى الله وآله said fighting in the cause of Allah in the morning or in the evening is more virtuous than the worldly dunya worldly life and everything it contains this hadith this statement and wording is exactly what we took in the beginning of this book and obviously it mentions it shows the same thing that even if jihad was for a short period of time its reward is tremendous better than the dunya and everything that it contains this is if it was a short time if it was after Fajr or if it was after Dhuhr short period of time how about jihad that is continuous that takes days and days and where people have to practice patience and perseverance against the enemies of Islam no doubt that that is even more virtuous and the reward is even more tremendous what thought rahimah Allah the 5 after 400 it about and he has have and to to have to 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 have have to have have to have to have to have He said, رحمه الله حديث number 405 Under the authority of Abu Qatada al-Ansari May Allah ta'ala be pleased with him He said, we went out With the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam To the valley of Hunayn And he mentioned the story This hadith has a story In it, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam He says, whoever kills someone from the enemy And he has proof to support it For him is his goods The hadith is collected by al-Bukhari al-Muslim And he repeated that statement thrice Thumma ذكر رحمه الله تعالى Hadith أبي Qatada al-Ansari رضي الله تعالى عنه صحابي جليل جدا Qala, خرجنا مع رسول الله sallallahu alayhi wa sallam إلى Hunayn وHunayn هو وادي بين مكة والطائف قريب من الجعرانة وهذا مثل ما ذكر الله جل وعلا في هذه الغزوة في سورة التوبة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وحنين كانت بعد فتح مكة بأقل من شهر فتح مكة كان في رمضان السنة الثامنة حنين كانت في شوال وفي سبب لهذه الغزوة المباركة وهو أن لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأيده الله جل وعلا بنصره وفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواج وسمعت العرب بذلك هوازن سمعوا بالذي حصل لقريش وكيف انهزموا وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مكة منهم فخشوا أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هوازن وثقيف وكذا خشوا أن يصل إليهم ويقاتلهم أنه أصبح قوة الآن فهوازن فهوازن هذه القبيلة الكبيرة القبيلة العربية الكبيرة قبيلة كبيرة جهزوا جيشا من عدة كبيرة جدا وأخذوا أولادهم وأهليهم جاءوا ب يعني أموالهم وجاءوا إلى هذا الوادي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هم هوازن قالوا قبل ما يأتينا نحن نأتيه هكذا قالوا قبل ما يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأتيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فجهز جيشا وهذا الجيش كان كبير مقاتله قرابة 12 ألف صحابي عشر منهم عشر من الصحابة عشر آلاف من الصحابة كانوا من مهاجين الأنصار وألفين منهم كانوا من الذين أسلموا يوم الفتح كانوا ألفين من الذين أسلموا يوم الفتح فكانوا عددهم كبير ولما اختربوا من تلك المنطقة بعضهم كان يقول أننا الآن أصبحنا قوة خاف من العرب والبعض الآخر قال يعني انتصرنا بعدد أقل من هذا فكيف بهذا العدد ولذلك قص الله جل وعلا علينا ما حصل ليكون يعني تأديبا لهم ويكون آية في نفس الوقت قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لما نزلوا الوادي في حنين لما نزلوا الوادي كانوا بني ثقيف أحاطوا بجميعه وبدأوا يرمو الناس بالسهام ففزعوا بدأ كثير منهم يرجع القهقرة وكثير منهم هرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يتقدم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم أشجع الناس فبدأ الناس يرجعون ويتأخرون فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس أمره أن ينادي عليهم فوقف والعباس صلى الله عليه كان له صوت جهوري فنادى عليهم نادى على الأنصار قال لهم يا أصحاب بيعة الرضوان يا أصحاب بيعة الرضوان نادى عليهم العباس فلما سمعوا ذلك وقع الأمر يعني موقع عظيم في قلوبهم وهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يقاتلوا معه في المدينة وفي خارج المدينة في سفر وفي حضر كيف يتركوه فرجعوا رضي الله تعالى عنهم حتى قيل أن بعض الصحابة كانوا يقولوا الدابة والإبن التي يعني ما رضت ترجع معهم تركوها نزلوا عنها ورجعوا مشيا على الأقدام فتجمعوا رضي الله عنهم مرة أخرى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الأول هوازن كان لها وقع لها وقع وأخذت مكانها في أول في أول القتال ثم الله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيدهم ونصرهم قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أنزل الله جل وعلا ملائكة حتى يثبت قلوب المؤمنين ويقف جل وعلا الرعب في قلوب الكافرين وهذا الذي حصل قال وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم سبحانه وتعالى هذا الذي حصل معهم يوم حنين يوم حنين هذا الذي حصل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا هنا يقول من قتل قتيلا له عليه بينة الذي يقتل من المشركين من الكافرين هؤلاء يقتل منهم قتيلا قال له عليه بينة عنده علامة على أنه هو الذي قتله قال فله سلبه فله سلبه السلب هو ماذا ثياب المقتول سلاحه والدابة التي يركبها كل الأمور التي معه هذا هو سلب هذا الكافر المقاتل فالذي يقتل الكافر من الأعداء له سلبه يأخذ درعه أو ثيابه التي يلبسها يأخذ من ذلك سلاحه يأخذ من ذلك الدابة التي يركبها وكان يقاتل عليها كل هذا يأخذه المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى السلب يعني يعني يقولون السلب هنا ثلاث أمور ثياب المقتول سلاحه ودابته التي يركبها أو يركبها أو قاتل عليها هذا هو السلب لا ذاك يكون من الغنيمة ذاك يكون من الغنيمة يأتي معنا في الحديث الذي بعده أو الذي بعده حتى نعم أبو قتاد رضي الله تعالى عنه mentioned that they went with the message of Allah صلى الله عليه وسلم to the battle of Hunayn Hunayn happened a month almost a month after Fatah Mecca Fatah Mecca was in Ramadan the 8th year a month after inshawwal was Hunayn the reason for that the Prophet صلى الله عليه وسلم was victorious people came to embrace Islam all the Arab were hearing about what happened in Mecca and how Quraish were defeated so Hawazin was a big tribe big Arab tribe they heard of this they were fearful they were fearful that the Prophet صلى الله عليه وسلم would invade them so they said you know what we will come to him so they got ready with a big army filled with a lot of things they brought everything they had with them when the Prophet صلى الله عليه وسلم heard of that he prepared an army he said we are not going to wait for them to come we are going to go fight them and the area of Hunayn is a valley between Mecca and Medina next to the Miqat Al-Jarrana next to it تعرف وَنُهُ جَمَال هذا عندكم وَادي حُنَيْ مشهور صحيح فَا in this valley the Prophet صلى الله عليه وسلم brought with him 12,000 12,000 soldiers 10 of them were from the Muhajirin and the Ansar and 2 of them were from the people who embraced Islam after Fatah Mecca after the conquest of Mecca so they were Muslims for like 4 weeks brand new Muslims that's why حَصَلْ أُمُورْ كَثِيرًا ذَاتْ أَنْوَاطْ وَغِيرًا حَصَلْتْ كُلْهَا فِي أُمْ حُنَيْنَ a lot of the Sahaba they used to say that we are we're a big army we won with a lesser number than this before how about now some of them said you know what all the Arab now fear us we're ready to take out anyone when they got to the valley the Mushrikeen had already set up perimeter around the valley and the Sahaba when they got there with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam they started you know they were raining arrows on them so the people had fear struck in their hearts the rows of the army were disrupted and people started to run away the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kept advancing and most of the people ran away he looked at his uncle Al-Abbas and he said to him oh uncle call upon the people so Al-Abbas had a loud voice he said to them called upon he said oh people those who gave the pledge of allegiance under the tree where's your allegiance to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam weren't you supposed to fight with him and go with him to war where's your pledge of allegiance so when they heard that they all came back some of the Sahaba said my horse or my cam was not coming back we got down and left it and came back walking so they came back stood behind the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so in the beginning they were losing in the beginning they were losing and Allah wanted to teach them a lesson but later on when they came back they congregated behind the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam they fought and Allah granted them victory and Allah mentions in detail in two ayat in Surah At-Tawbah وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ you're proud you're satisfied with the number that you had this is the battle that had the most from the Sahaba in it and they were happy they were boasting about their numbers but Allah Jalla mentioned that they ran away but then Allah bestowed upon them his sakina his serenity upon his messenger upon the believers and sent down angels these mala'ika were comforting the believers and striking fear into the hearts of the kuffar the battle the battle of Hunayn was amazing many stories and and from this battle وَحُنَيْنَ took from the Hawazin and these Mushrikeen took provisions in war booty unlike anything they had before they had a lot of from the war a lot of the war bounties and booty that they never had before he says in the hadith whoever kills one of the infidels and he has proof that he killed him then his goods are his the goods from these kafir that you killed are now for the muslim fighter and these goods consist of his clothing his weaponry and the animal that he was riding the horse the camel whatever he was riding while fighting after this said the hadith 6 after the 400 said about the of the quack said that the god said that he was in the of the was in the was in the he then then he he said the 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 of he said he 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 فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي سَلَابُهُ رواه البخاري وفي رواية فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلُ فَقَالُوا إِبْنُ الْأَكْوَعُ فَقَالَ لَهُ سَلَابُهُ لَهُ سَلَابُهُ أَجْمَعُ رواه الإمام مسلم He said رحمه الله تعالى حديث number 3 of 406 under the authority of Salama ibn الأكوع may Allah تعالى be pleased with him He said A spy came to the Messenger of Allah or the Prophet صلى الله عليه وسلم a spy, an infidel spy came to the Prophet صلى الله عليه وسلم while they were traveling He sat with his companions to talk Then he got up and left The Prophet صلى الله عليه وسلم said Find him and kill him Salama says I killed him The Prophet صلى الله عليه وسلم gave me his goods This is in Bukhari In another narration in Muslim He said صلى الله عليه وسلم Who killed that spy? Who killed the man? The people said Ibn الأكوع He said صلى الله عليه وسلم You get to keep all of his goods طيب ذكر حديث سلم Ibn الأكوع صحابي فقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين العين هو الجاسوس وقيل له عين لأنه يرى بعينه ثم يخبر هذا الجاسوس جاء وهذا العين جاء وهم في سفر فجلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحدث معهم جاء حتى يعرف الخبر حتى يعرف الخبر خبر الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه يعني اذهبوا واتوا به واقتلوه وقتل العين والجاسوس يا إخوة الكافر لا بأس به لأن الضرر الذي يأتي من وراء هذا الجاسوس كبير قد يرجع إلى المشركين ويخبرهم بما يخطط له جيش المسلمين وما عند الجيش من النية وما عنده من القوة والعدة والعتاد فلذلك قتله قتله يعني فيه مصلحة قتله فيه مصلحة سلام رضي الله عنه mentioned that a spy an infidel spy came to the Prophet صلى الله عليه وسلم while they were traveling he sat down he was talking to the companions as he left the Prophet صلى الله عليه وسلم said go bring him and kill him obviously this kafir spy is very dangerous he can go back to the mushrikeen and tell them the number of soldiers there is from the muslimeen what kind of weaponry do they have what are their plans so it's very dangerous for them to let him go so therefore the Prophet صلى الله عليه وسلم ordered the killing of him لو كان هذا العين أو الجاسوس يا أخوة ذمه أو معاهد يعني دخل بلاد المسلمين وله عهد أعطوه تأشيرة أعطوه فيزا أنه يجلس ويقيم إقامة أعطوه إقامة هذا الكافر فإنه يقتل أيضا لماذا لأن بمجرد أنه كان عين الآن نقضى العهد والميثاق الذي بينه ودين الدولة المسلمة لأن هذا ماذا خيانة الدولة دخلتك وعطتك إقامة تجلس تحترم قوانين الشريعة ولو كان هذا المعاهد كافر صحيح المعاهد الدولة المسلمة أعطته عهد يدخل عندهم يجلس يحترم قوانين الشريعة يحترم البلاد المسلمة فبمجرد أنه أصبح عينا للكافرين هو نقض هذا العهد الذي بينه وبين الدولة بينه وبين الدولة المسلمة لأن هذا ماذا خيانة فلو كان معاهدا ولو كان ذميا هذا العين فإنه يقتل يقتل أيضا If this spy this kathar spy was a person who was given permission to sit and reside in a Muslim country he was given residency in a Muslim country by becoming a spy he has broken up this promise that is between him and the Muslim country or the Muslim government because this is an act of treason and this is a treacherous act therefore he is to be killed as well even if in the beginning they gave him a visa to sit and to reside in a Muslim country by becoming a spy he terminates the عهد the truce or the allegiance or the bond of safety by doing so he breaks it he breaks it قال أطلبوه وقتلوه فقتلته فنفلني سلبه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سلب الذي سلب هذا العين وفي رواية قال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا تثبت تثبت من من القتل ثم أشهد على هذا القتل تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل ثم يعني شاهد الصحابة بذلك لذلك ماذا قال قالوا ابن الأكوع لما شهدوا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لسلمه وهذا يا إخوة المقاتل الذي يأخذ السلب يأخذ السلب مع الغنيمة يعني لما ينتصروا في القتال وتوزع الغنائم على المجاهدين يأخذ كذلك من الغنيمة فهو أخذ السلب وفي نفس الوقت ماذا سيأخذ الغنيمة وهذا الحكم باقي إلى قيام الساعة لم ينسخ وهذا كما ذكرنا مرارا يا إخوة في الجهاد الشرعي الذي يستوفي جميع الشروط الشرعية يستوفي مش قتال الدواعش والخوارج والمجرمين لا جهاد شرعي يستوفي جميع الشروط الشرعية تحت ولي الأمر الحاكم المسلم جميع الشرعي جميع الشرعي جميع الشرعي المسلم 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 أو جميع الشرعي 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 in islam that is under a muslim ruler not the so-called jihad the terrorism that is by القاعدة or by da'ish or نصر or بك الحرام or all these people this is not jihad this is the jihad that is legislated that is authentic that is in accordance with the quran and sunnah that completes and fulfills the conditions mentioned in the sharia إعطاء هذا السلب للمقاتل المسلم هو لماذا؟ من باب تشجيعه من باب تشجيع هذا المقاتل وحتى يتحمس على قتال أعداء الله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا The goods of the infidel are given to the Muslim soldier as a means of boosting the morale of the Muslims and to make them rush and hasten into what Allah جل وعلا is pleased with which is elevating the word of Allah جل وعلا and fighting against his enemies so that's the reason why he gets the goods of the kafir ومثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الغنيمة من خصائص هذه الأمة المحمدية وهي من فضل الله جل وعلا علينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي ثم ذكر وأحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم قلنا أن الغنائم كانت فيما مضى لم تحل لنبي قبض وإنما كانت تجمع في مكان تنزل نار من السماء تحرقها جميعا لكن الله جل وعلا من رحمته وفضله وكرمه على هذه الأمة المحمدية أن أباح لهم الغنائم as we mentioned last week that from the blessing of Allah جل وعلا is that this أمة Allah جل وعلا blessed them with الغنيمة which is the war booty no prophet before was given access to it the prophet صلى الله عليه وسلم in صحيح البخاري المسلم says I was given five things no prophet was given before me one of them الغنيمة war booty has been made permissible for me before all of these provisions and war booty were collected in one area and a fire will come down from the heaven and burn it all but in this أمة Allah جل وعلا made it made it permissible for them to consume it I was given up to you ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أغلب الحريم عندنا في بلادنا ما يخذه تقول لي الحكام ما يحكم بالشريعة وين يا أخي جاء أحد هذه الكلمة أنا أختم بها أمير المؤمنين علي تسمعوا به رضي الله عنه وارضاه جاءه أحد الخوارج هذه الكلمة أحفظوها يا أخو جاءه في العراق أحد الخوارج قال له يا علي قال له انظر إلى زمانك زمان قتل وهرج فتن لم يكن كذلك الأمر على زمن أبي بكر وعمر انظر هذا اللطما لأعطايها علي رضي الله عنه قال له يا هذا لما كان خلافة أبي بكر وعمر كنت أنا رعيتهم يعني أشكالي أنا هم الرعية لما أصبحت أنا الخليفة أشكالك أنت الرعية شفت كيف مروان بن الحكم صعد المنبر في مسجد دمشق مروان بن الحكم إمام المسلمين الخليفة الأموي رجل صالح إمام تقي عابد عالم صعد المنبر منبر مسجد دمشق لماذا الناس بدوا يقولوا يا مروان بن الحكم وين زمن أبو بكر وعمر وكان الأمر مش بعيد خمسين سنة خمسين سنة ستين سنة ما هو بعيد خمسين سنة قالوا لماذا لا تحكم فينا مثل ما يحكم أبي بكر وعمر إيش قال له مروان بن الحكم قال تريدون مني أن أكون فيكم كأبي بكر وعمر وأنتم لم تكونوا كرعية أبي بكر وعمر يعني الناس اليوم يا أخي هل الناس اليوم في الساق إلا من رحم الله ما في صلاة زكاة ما يعرف الزكاة أقول لك بس وزير الإعلام منذي والله بس أنا أقول لك وزير الإعلام ده بس أنا خلنا أقول لك شغل حفظك الله شباب ضائع مع ذلك حاج أنا أقول لك شيء أنا أقول لك شغل حفظك الله نفترض جدلا الحاكم عندنا آيس مثل ما بقوله عندنا آيس ما هو سائل لا في شريعة أو لا في كذا مسلم بصلي لكن الدين عندنا ما طيب ماشي نفترض هذا الكلام صح طيب هل هذا حجة أمام الله حجة أمام الله أنك ما بتصلي يا أخي أنت ليش بتدخن هو الملك عبد الله حتى البكيت في جيبك ما حط البكيت في جيبك ما لك حجة أمام الله طيب أنت ليش ما بتصلي الصلاة خمس دقائق الناس يا أخي عندنا إحنا تفكير يا أخي والله لو عمر موجود اليوم رضي الله عنه ما قبلوا به الناس أنا أقسم بالله العظيم إحنا بدنا مورقجات وبدنا حركات وبديش أقول الروسيات في بلادنا وبدنا الحركات هذه إحنا تقول لي عمر حلال وحرام والكلام ما بدنا نسمع الكلام هذا ما بدنا نسمع الكلام هذا بدنا طرب ويا ليل ما أطولك وهذا السوريف اللي بدنا إياها إحنا إلا من رحم الله إلا من رحم الله أن أقول لك ننظر نظرة واقعية في بلاد المسلمين اليوم خذ أي بلد بلادنا نحن والله الذين لا يصلون أعدادهم مخيفة أعدادهم مخيفة وأنا أقسم لك بالله العظيم أعداد الناس قاطعة الرحم يا أخي أغلب تجار المسلمين أتحداك ما يدفع زكاة أغلب تجار المسلمين مشير زكاة رقهم نركان الإسلام يا إخوة تلقاه مليونير أب عن جد مع عمر وصل مكة ليش يا أخي ما تعرف الحج أنت أنت الأصل حجيت قبل أربعين سنة يا أخي والكلام مش صحيح أنا يا إخوة تلقى عندنا دكاترة في الغشة هنا والسرقة والنهد تطبيق الشريعة إخواني على الجميع حاكم ومحكوم هذا ديننا الدين ما هوش لواحد الدين مطلوب منه الجميع يطبقوا طبعا لا شك إخواني لا شك ولا ريب أن الحاكم نعم لا شك أن الحاكم عليه عليه مسؤولية كبيرة جدا أمام الله نعم لا شك ونعم ومثل ما قال أحد السلف أن الله جل وعلا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن الناس قد يخافوا من الحاكم أكثر ما يخافوا من الله هذا واقع صحيح أقول لا لكن أقول نفترض جدلا أنه ما في تطبيق للدين حقيقي في بلادنا تطبيق سوري هل هذا حجة أننا نترك الدين ما هو حجة يا إخوة هذول الإخوة المسلمين اللي كانوا في ألبانيا وبوزني وكذا اللي مرى عليهم الشيوعية سنوات طويلة في منهم حافظوا على أولادهم كانوا يذهبوا أميال على الحمير يذهبوا في مغارات وفي كهوف حتى يعلموهم اللغة العربية ويعلموهم القرآن ما قالوا إحنا منعونا من الدين خلاص ما بيصلي بيشربوا خمر كذا لا المسلم مسؤول يا أخي والله العظيم أنت مسؤول أمام الله جل وعلا وكلكم آتيه يوم وكلهم آتيه يوم القيامة فردة أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا ما ندافع عن أحد إخواني لكن الذين أقولوا إحنا أحيانا ما إحنا واقعيين إحنا ما إحنا واقعيين يا أخي يا أخي المساجد الآن بعض المسلمين اتخذوا كارونا وكذا سبب لترك المساجد يا أخي أجدت منك يا جامع مثل ما بقول لا حالا قال لك والله كارونا طب يا أخي أنت بتشتغل في مصلحة يعني مع ناس وكذا وزحمة وكذا كيف تقولي أخوانا كذول اللي بيطهروا بيتوظوا لكل صلاة وكذا خايف منهم بس اللي وين السوق أو شغلك أنت ممكن أنت تشتغل مثلا حلاق ولا تشتغل في مصلحة دائما مع البزنس أنت من تخايف مع الدنيا بس في المسجد وينك يا أفلان قال والله كارونا يا شيخ إيش كارونا أن تضحك على عباد الله ما تضحك على الله جل وعلا فإحنا حقيقة في تقسير نعم حكوماتنا فيهم تقسير نسى الله جل وعلا أن يصلحهم الخطأ وارد يا أخوة موجود في كل مكان نسى الله أن يصلحهم ويرزقهم بطانة صالحة طيبة تدلهم على الخير تحثهم عليه تنهاهم عن الشر والله ما نريد إلا هذا في مسلم ما يريد أن الحكومات الإسلامية جميعا تطبق الشريعة بحذافيرها مستحيل ما في حد يحب الدين يقول لا اللي يقول لا هذول منافقين هذول يحبوا الإنفلات يحبوا شوفوا بلاد المسلمين منفلتة أمنيا دينيا ما حد سال يحبوا هذا الأمر يحبوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الله جل وعلا ذكر في ناس بتحب هذه الأمور أما المؤمن الحق والله يتفطر قلبه على ما يحصل في بلاد المسلمين من التقصير عربا وعجما صحيح ويحب أن الشريعة تطبق ويحب أن الإسلام يطبق وأن الدين يكون له اليد العليا صح؟ كل شيء كل نفس يكون في بلادنا كل نفس يكون مبني على القرآن والسنة محاكمنا مبني على القرآن والسنة إلاقاتنا لما يسألك الله جل وعلا هذا المصحف الآن اللي عليه إنش غبره ما يفتح إلا في رمضان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة ما هو حجتك؟ مصبوط صحيح لا شك أنا لكن الذي أريد أصل إليه أن تقصيرنا إحنا ليس حجة أمام الله جل وعلا تقصير الحاكم ليس حجة لك والله ليس حجة لك خاصة في بلادنا الحمد لله المساجد المفتوحة والسنة يعني يدعى إليها والأمور طيبة نعم في تقصير وفي أخطاء وفي كذا وفي كذا لكن في نفس الوقت هذا ليس سبب وليس حجة لك أنك تكون مقصر في صلاتك مقصر في عبادتك مقصر في أولادك مقصر في تربية زوجتك مقصر في علاقتك مع أخوانك يا رجل مع أهلك مع جيرانك مع أرحامك هذا ما هو حجة أمام الله جل وعلا هل شماعا نعلق عليها طب إلى متى فالمسلم لا بد يتقي الله جل وعلا يدرك حقيقة الأمر هذا ويرجع إلى الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا يصلح الجميع كلنا والله مسؤول يا أخو إن كنت أنت والد أب ولن كنت زوج ولن كنت حاكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو أمر واحد على ثلاثة جاء يوم القيامة سيسر عنهم هم ثلاثة كيف بالذي مسؤول عن بلد الكل مسؤول الكل مسؤول نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم نقفونا إن شاء الله تعالى ونكمل في الأسبوع القادمة